السلام عليكم أصدقائي وإياكم أنس لا تنسى الصلاة على النبي اجرى المقطع باللايكات واشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلكم كل جديد نعم برئيس الاتحاد العراقي يونس محمود يكون مبارك من القلب للأخ نجم منتخبن زيدان قبال انتقاله لنادي أوت ريخت الهولندي بعد مسيرة 15 عام في نادي مانشستر الناتل الإنجليزي خطوة انتقال زيدان ستكون موفقه بصالح سود رافدين كونه سيحظى بدقائق لعب أكبر وزيدان قبال يرد على منشور يونس محمود شكرا لك خيسوس كاساس سيعتمد على اللاعب سعد ناطق كركيزة أساسية بمركز قلب الدفاع في الاستحقاقات القادمة كل التوفيق لسعد ناطق في الدولة السعودي ماسيس آرتين يقول أنه لشرف عظيم أنه يكون أول عراقي يسجل في مرمى نادي أوت ريخت الهولندي وينشر صورة زيدان قبال حام القميص أوت ريخت الهولندي مدرب منتخب العراق الإسباني خيسوس كاساس يبارك انتقال زيدان قبال لأوت ريخت ويصفها بالخطوة المهمة لللاعب الشاق كونه سيقول إسود رافدين في كاساسي المحلل والخبير الفني محمد خلاف يقول أنه وكاتنج أول من طالب بكيفن يعقوب للمنتخب الوطني بس بوقتها ما يريد يمثل العراق شنو نست الجماهير العراقية؟ برا كلامة صحيح أو لا؟ مهاجم منتخب العراق باشانك عبد الله يقول الجمهور العراقي مذهل ومحب لكرة القدم المشجعون كان متواجدين خارج محل إقامتنا في إسبانيا خوال الوقت وحضروا بكثرة في مباراة كولومبية الكادر التدريبي في المنتخب العراقي مشابه للمدربين في فريق يوشن بينغ سويدي هم أيضا من إسبانيا ويتبعون نفس أسلوب اللعب وراويتهم عن كرة القدم متشابهة جدا كان من السهل بالنسبة لي فيهم تعليمات كاساس وكادره علاقتي مع اللاعبين في معسكر إسبانيا كانت جيدة كانت هناك بعض الصعوبات مع اللغة لكنهم يجيدون اللغة الإنجليزية حاولت أن أتكلم باللغة العربية بقدر المستطاع لكن كرة القدم لغة عالمية على أرض الملعب تحدثت قليلا مع ريوان أمين قبل استدعائي للمنتخب وأخبرني بأنني سينستجن بسرعة مع زملائي أتمنى أن أكون متواجدا في كاساسي المقبلة فأنا لم أظهر بإمكانياتي الكاملة مع العراق أمام كولومبيا كانت تلك المباراتي الأولى مع المنتخب الوطني وأنا أعلم أني سوف أظهر بشكل جيد في حال تم استدعائي في الاستحقاقات القادمة مدر فريد كربلا حيدر عبوليق وقائمة كاساس الأخيرة لمعسكر إسبانيا غاب عنها لاعب مميزون من الدور المحلي مثل حمود مشعان وأحمد فرحان وغيرهم كثيرون محترف المهجر والمحليون يرتديان قميص العراق ويجب عدم التفرق بينهم ومن الضروري الاستفادة منهم جميعا اللاعب سعد ناطق يملك تجربة متميزة في الدور السعودي ويستحق الثقة والثناء من كاساس ناطق كان أفضل اللاعبين في مبارات كولومبيا الودية الأخيرة وقدم مستوى متميزا في اللقاء لاعب منتخب الشباب والمقبل على الاحتراف في بلجيك علي جاسم يقول طموحي أن ألعب بقميص نادي برسلونة في المستقبل طموح مشروع لكل لاعب ولا مستحيل في عالم كرة القدم مع الإصرار والجدية والتضحيات والالتزام والتعامل باحترافية للتحقيق الحلم وليو كان صعبا في صدقة تاريخية لمهاجمنا نادي ومبلدو الإنجليزي وريد مبلغ مليون ومئة وستين أليف يورو مقابل بيع بطاقة المهاجم علي الحمادي علي الحمادي أفضل لاعب في النادي الموسم الماضي أصبع هدف لأندية تشامبيونشيب للموسم المقبل اكتماع عدد الأندية المتعهلة للموسم القادم لدورة أبطال آسيا باستثناء مقعد العراق الذي تتنافس عليه أندية القوات الجوية والزورة والكهرباء يبدأ الدور التمهيدي بأواء الشهر آب ثم تتبعها القرعة في الرابع والعشرين من نفس الشهر أليكسندر راه يعلن رسميا تجديد عقده مع نادي كوينزبارغ رينجرز الإنجليزي لموسم جديد مهاجم منتخب العراق علي الحمادي يقول أنه الأمر رائع أن نرى عودة مهند علي إلى المنتخب الوطني أداءه وأهدافه سوف تساعدنا كثيرا من الجيدة المنافسة مع المهاجمين لأن ذلك سيساعدنا على أن نصبح أفضل لعبنا بشكل جيد ضد كولومبيا دفاعيا منتخبنا كان منظما بشكل جيد وربما كان بإمكاننا الهجوم بشكل أفضل عدد من أندية الدرجة الأولى الإنجليزية تواصلت مع فريقي ومبلدون بخصوصي وفريقي يطلب حاليا مليون جنيه استرليني للسماح بانتقالي الأمور تسير بشكل جيد مع إصابتي ومن المفترض أن أعود للعب في بداية الموسم إن شاء الله من الصعب معرفة حظوظنا في تصفيات كأس العالم من الآن علينا التركيز في كأساسه وإذا تمكننا من تقديم أداء جيد فيها ففي ذلك الحين لا أرى سببا يمنعنا من التأهل المونديل لعب القوة الجوي إبراهيم باشي يقول جمهور الأزرق العريق أعلم أنكم بحالة زعل وغضب بسبب النتائج السلبية والمستوى السيء الذي ظهرنا به مؤخرا وهذا نابع من حرصكم الشديد أغتنم هذه الأيام مباركة ليطلب من الجميع قبول اعتذاري ونسيان الماضي وفتح صفحة جديدة مع الجميع ووعدكم إن الصعود على منصات التثويج وحصد بطولة كأس العراق مسألة وقت ليس إلا وكل عام وأنتم بألف ألف خير مهاجم الميناء سالم أحمد يقول أمتلك عرضا من الدور البرتغالي والمفاوضات مستمرة مع وكيل أعمالي الصورة المتداولة للعب كيفن يقوب قديمة يعود تاريخها إلى عام 2019 حيث لم يجرى اللاعب حتى الآن العملية الجراحية ومن المتوقع إجراؤها في لندن منتصف الشهر المقبل رسميا إدوارد مندي يوقع مع نادي الأهل السعودي ترجمة نانسي قنقر